دخلت القوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد ومناطق أخرى غرب البلاد وشمالها حالة الاستفار وذلك تحسبا من أي تصعيد أمني ضد مصالح أمريكية في البلاد عشية الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرار القاسم سليماني والقيادي فالحجي الشعبي أبو مهدي المهندس الإجراءات الحكومية الأمنية التي كشف عنها مسؤولون في بغداد تأتي مع صدور تصريحات من قوى وفصائل مسلحة عدة شككت بإعلان حكومة مصطفى الكاظم انسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق واعتبرته الكفافا على مطلب خروج جميع القوات الأجنبية بمختلف تسمياتها وصفاتها في العراق وبحسب معلومات حصلت عليها واني نيوز من مصادر أمنية فإن الإجراءات شاملت تطويق وتحصين مناطق عدة من بغداد تحديدا قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة وكذلك مطار بغداد الذي يضم معسكرا لقوات التخالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المعروفة باسم معسكر فيكتوريا إضافة إلى قاعدة عين الأسد غربي الأمبار وقاعدة حرير في أربيل التي كثفت القوات العراقية رقابتها على مناطق قرب كاركوك ومخمور وزمار تحسبا من هجمات صاروخية أو طائرات مسيرة تطلق صوب القاعدة على غرار مرة سابقة هذه الإجراءات تأتي توازيا مع تلقي الأجهزة الاستخبارية معلومات تفيد باحتمال قيام الفصائل المسلحة بعملية استداف لمصالح أمريكية في بغداد وكذلك الأمبار وأربيل وطلبت الفصائل المسلحة الحكومة تقديم أدلة تؤكد الانسحاب الأمريكي من البلاد لكن لم يكن هناك شيء من هذا على اعتبار أنه كان هناك اجتماع ضم قادة الفصائل مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأسبوع الماضي لكن الأعرجي لم يقدم ما يثبت فعلا انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق وهذا ما يجعل تصاعد الأحداث والاستداف والقصف ضد القوات الأمريكية أمرا واردا